موسيقى مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من طبعة المشاهدة العديد من الملفات طبعا المهمة اللي اطلعتنا عليها صحف اليوم نقدم لكم في طبعة خاصة والبداية الى العنوين ولي العهد يصل ارض الوطن بعد جولة مكوكية حافلة بالشركات الاستراتيجية والبرامج الواعدة والانظار تتجه الى قمة الظهران العربية لمعالجة قضايا العرب وحماية امنهم بعد تصويت في فرنسا مقر الانتربول في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ينتقل لرياض موسيقى موسيقى حياكم الله في اولى الملفات حيث حققت الزيارات الخارجية الناجحة التي قام بها سمو ولي العهد الكثير من الانجازات والخطوات النوعية لتضيف الى رصيد المملكة الكثير من القوى بمفهومها الشامل من حيث مكنتها السياسية والاقتصادية تفاصيل اكثر في هذا التقرير نشاهد ثم نموت تغطية حصاد الزيارات الخارجية الناجحة التي قام بها ولي العهد الامير محمد بن سلمان والبداية من صحيفة الرياض التي اشارت الى وصول ولي العهد الى ارض الوطن في اعقاب جولة شملت كلا من الولايات المتحدة الامريكية وجمهورية فرنسا ومملكة اسبانيا بحث خلالها مع قادة تلك الدول العلاقات الثنائية وتوقيع العديد من الاتفاقيات والبرامج كما تم خلال تلك الزيارات مناقشة القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتحت عنوان خمس زيارات تبني شراكات المستقبل قالت صحيفة الوطن ان الجولة التاريخية لولي العهد اسست لمرحلة جديدة من العلاقات بين المملكة والاشقاء والاصدقاء والحلفاء عبر بناء استراتيجيات جديدة تعزز التعاون المشترك والعلاقات الثنائية واضافت الصحيفة بان الزيارة تضمنت توقيع اتفاقيات بمليارات الريالات التي من شأنها دعم الاصلاحات التي تشهدها المملكة في كل مساراتها وتوفير الفرص الواعدة لنقل وتوطين التقنية وفقا لرؤية المملكة 2030 في حين ذكرت صحيفة المدينة الى ان جولة ولي العهد التاريخية حققت ثمارا سياسية واقتصادية وان البيانات المشتركة عكست عمق تلك الشراكات الاستراتيجية فيما رحب الشعب بعودة ولي العهد بعد جولته الخارجية التاريخية وسط اعجاب بما اثمرته الجولة من شراكات واتفاقات وصفقات لصالح الوطن والمواطن ومن جانبها اشارت صحيفة الاقتصادية الى النجاحات الاقتصادية الباهرة التي اثمرت عنها الجولة التاريخية لولي العهد والتي اسهمت في تعميق العلاقات وتعزيز التعاون وتحقيق مكتسبات اولها تأكيد مكانة المملكة ودورها المؤثر على الصعيدين العربي والدولي وللتوسع في هذا الملف وبقية الملفات ارحب بضيفاي هنا في الستوديو بداية ارحب بالدكتور احمد البدر الكاتب السياسي حياك الله يا دكتور ويهانا وسهلا فيك اهلا وسهلا ومرحبا فيك ايضا ارحب بالكاتب والمحلل السياسي لصالح عبد الرحمن الطريري حياك الله سهلا برحمن الله يحييك بداية ابدأ معك دكتور احمد بعد انتهاء هذه الجولة لسمو ولي العهد كيف تستطعه؟ نعم في جولة مهمة جدا وهي تحمل في عنوانها جولة علاقات عامة من الدرجة الاولى لتمكين العلاقات الدولية التي تجمع المملكة العربية السعودية مع الدول الشقيقة والصديقة وتستعيد ارث تاريخي يجمع المملكة العربية السعودية بحلفاء مهمين جدا على مستوى العالم وعلى خارطة العالم الآن مع التغيرات السياسية والتغيرات الجيوسياسية وكذلك التغيرات الاقتصادية او عدم الاستقرار الاقتصادي على مستوى العالم كان يتوجب على المملكة العربية السعودية ان تجد طريقا على خارطة العالم لاستعادة ريادتها وتمكين مكانتها الريادية على المستوى الأمة العربية والإسلامية المملكة العربية السعودية جولة سيد الأمير محمد بن سلمان هو تمثيل خادم الحرمين الشريفين في هذه الزيارات وقيادة لحكومة شابة ونظرة مستقبلية تحت غطاء رؤية 2030 لإفهام العالم وإيصال رسالة مهمة جدا إلى العالم أن المملكة العربية السعودية هي دولة سلام ورسالتها دائما لدعم السلام ودولة تبحث عن الاستقرار سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي جيد أوجه لك السؤال أهم المكتسبات انطلاقا من الرسائل التي حملها ولي العهد في هذه الزيارة أنا أعتقد أنه أولا كان فيه نجاح إعلامي كبير الحقيقة من خلال الأدلقاءات التي أجرها سمه ولي العهد وأجاب الحقيقة على كل الأسئلة التي ربما تعد صعبة والحقيقة أنه وضح أين تتجه المملكة ما هو التطور الحاصل ما هو معنى أن نعود إلى الإسلام المعتدل ما قبل 79 وأيضا بيّن للعالم الغربي أنه إذا كنا نتطور ولكن يجب أن ينتبه الجميع أنه لدينا قيم مختلفة عن الآخرين فنحن نتطور بالمسار الذي يناسبنا كان الحقيقة هناك مؤشر رئيسي في الاتفاقيات خصوصا على المستوى العسكري وعلى المستوى البحث العلمي وكان في تركيز كبير حقيقة على توطين المعرفة وزيادة المحتوى المحلي بالإضافة إلى تعظيم الفرص الموجودة من الموقع الجغرافي المملكة العربية السعودية وبالتالي أصبح هناك العديد من الشركات الأمريكية والأوروبية اتخذت قرار بأن يكون مقره الذي يخدم أو المقر الأقليمي له هو في المملكة العربية السعودية الذي يخدم الشرق الأوسط كان هناك أيضا وضوح خصوصا في زيارة أمريكا وفرنسا على أن السعودية بقوتها الاقتصادية وقوتها الدينية وقوتها السياسية هي أيضا تعمل بجد على إيجاد قوة ناعمة موازية عبر المشاركة في مهرجان كان عبر الاتفاقيات السينمائية مع بريطانيا بالإضافة إلى اتفاقيات كبيرة الحقيقة حدثت في فرنسا بين منشآت ثقافية في المملكة ومنشآت ثقافية في فرنسا جيد يمكن أبرز أيضا مكاسب هذه الزيارات كشف الصورة الحقيقية للمملكة خصوصا حول الانطلاق نحو المستقبل دكتور سواء كما تحدثنا من معطيات أفكرية أو حتى اقتصادية حول طبعا الرؤية الجديدة للمملكة العربية السعودية كيف تعلق على هذا الجانب السمو سيدي الأمير محمد بن سلمان أخذ على عاتقه مهمة صعبة جدا وشاقة جدا في أنه يعطي الصورة الجيدة للمملكة العربية السعودية في ظل إرث تاريخي أو نظرة أو رسائل مشوهة كانت تصل إلى العالم الغربي أو العالم الشرقي عن المملكة العربية السعودية سواء قضايا استغلت على المستوى الإنساني أو على المستوى الاجتماعي في تشويه صورة المملكة العربية السعودية وكان مهمة صعبة في إعادة توضيح ورسم صورة المملكة العربية السعودية وإزالة الرسائل المغلوطة التي كانت يعمل عليها من الخلف لإسقاط الصورة الذهنية الجيدة عن المملكة العربية السعودية أو أما يتحدث عن واقع المملكة العربية السعودية كذلك لابد من التسويق من خلال هذه الجولات إلى عالم الاستثمار الجديد في المملكة العربية السعودية والاستثمار دائما يبحث عن الاستقرار ويبحث عن الأمن وكذلك يبحث عن القوانين التجارية والقوانين الدولية التجارية التي تحفظ الحقوق وتحمي فكانت اللابد من إعطاء صورة عن الواقع الجديد للمملكة العربية السعودية والفرص المتاحة للشراكات سواء عن مستوى الاقتصادي أو السياسي بالمملكة وكان هناك قبال كبير بالنسبة لهذه الفرص كيف أيضا ترى وتقرأ الجوانب الاقتصادية وقبال كبريات الشركات العالمية على الاستثمار في المملكة العربية السعودية أنا أعتقد أن المستثمر باختصار كل ما يحتاجه حتى يستثمر هو الثقة ونعتقد أن الثقة كانت موجودة بالإضافة إلى أنها فرص واعدة وبالتالي تحقق مكاسب أكثر من المعتاد وهناك العديد من الاستثمارات الحقيقة لطرحتها المملكة وخص منها نيوم والبحر الأحمر والقدية هي مشاريع خام وبالتالي في المشاريع الخام فرص الربح أكبر من المشاريع التي وصلت إلى نصف اكتمالها أيضا هناك جدية لمسوها من المملكة في بناء بنية تحتية في تحسين كبير في التشريعات أيضا في مكافحة جادة للفساد أعتقد أن هذا بمجمله أكد للمستثمرين الأجانب أن هناك فعلا فرص جادة في المملكة لخلق استثمار وخلق منفعة مشتركة للطرفين جيد بالنسبة للتقنية دكتور الأمير محمد بن سلمان خلال زياراته وأيضا الجانب الشمولي لو تحدثت في هذه الزيارة سواء على المستوى السياسي أو حتى المستوى الاقتصادي وشفنا زيارته لعدد من كبريات الشركات في مجال التكنولوجيا والبحث عن آخر ما وصل إليه العالم في هذا الجانب بحث عن عدة عوامل سواء في توطين هذه التكنولوجيا داخل مملكة العربية السعودية وأيضا اهتمامه بالفرد السعودي من خلال عقد برامج الشراكة والتدريب بالنسبة للشبان السعوديين كيف أيضا تقرأ هذا الاهتمام وهذه الخطوة تحديدا الرسالة كانت واضحة من الأمير محمد بن سلمان لجميع المستثمرين أو كبريات الشركات الراغبة في الاستثمار في السعودية بأنه لا بد من توطين 50% من التقنية وإيجاد الفرص للشباب السعودي وتمكينهم من الوظائف من خلال هذه الاستثمارات داخل مملكة العربية السعودية هذه الرسالة كانت واضحة وكانت واصلة لجميع الشركات الموجودة وكذلك أراد منها الأمير محمد بأن ينقل المملكة العربية السعودية من دولة رعوية أو دولة مستهلكة في خارطة الشرق الأوسط المستهلك بشكل كبير جدا إلى دولة إدارة موارد دولة لا تعتمد على السلعة الواحدة التي هي النفط إنما تعتمد على تنويع مصادر الدخل وتنويع الاقتصاد الداخلي لتمكين المملكة العربية السعودية وبعادها عن أي هزات ممكن يحكم السوق العالمية فتمكن الأمير محمد من إيصال الرسالة بشكل صحيح جدا كذلك أوصل رسالة مهمة جدا بعد مكافحة الفساد التي قادها الأمير محمد داخل المملكة العربية السعودية أراد توضيحها للعالم ولي جميع الشركات والمستثمرين في خارج المملكة وتوضيح تفاصيلها التي أريد بها أحيانا تشويه أو عدم الترغيب بالاستثمار في المملكة العربية السعودية فكان ذكاء من الأمير محمد بأنه أراد فتح الملفات بشكل واضح جدا لجذب الاستثمارات وتمكين من المملكة العربية السعودية لمرحل نعم أيضا استكشاف بيئات استثمارية جديدة داخل المملكة العربية السعودية وعقد شركات حولها يمكن قول أن أجساس الشراكة بالنسبة لأمير محمد بن سلمان الاستثمار في المكان والإنسان بالتأكيد أنا أعتقد أن سمولي عهد وأدرك أن الثروة الحقيقية في المملكة هم المواطنين السعوديين الشباب السعوديين والفتيات الحقيقة خص منهم اللي يبتعثوا خلال برنامج الملك عبدالله ابتعاث الحقيقة في كثير منهم مميزين في كثير ما زالوا هناك يعني يتبوؤون مناصب في شركات أمريكية خصوصا في سيليكون فالي وأعتقد حتى الأمير محمد في زيارته الأخيرة كان في لقاب العديد من الشباب اللي يعملون في هذه الشركات عندما ننظر إلى المؤتمر الصحفي اللي أعلم فيه نيوم فيه إدراك عند القيادة السعودية إلى المستقبل الحقيقي اللي تكون في المملكة أعتقد حتى القمر الصناعي الذي وقع عليها سمولي محمد فوق هام السحب كان رأينا العديد من المهندسين السعوديين المبدعين الذين شاركوا مع زملائهم الأمريكان في هذا القمر الصناعي فأنا أعتقد أنه فيه فعلا وعي أنه أهم شيء والثروة الوحيدة التي لن تنضب من المملكة هم أبناء هذا الوطن الذين الحقيقة يعني ديهم كفاءة عالية تعلموا في أحسن الجامعات وهي القوة الحقيقة الأكبر التي نتجاوز فيها جميع المنافسين في المنطقة جيد حتى طبعا في الحديث عن الإنسان السعودي دائما ما يردد الأمير محمد بن سلمان وافتخارها بالشباب وأن غالبية سكان المملكة العربية السعودية 70% منهم من سن الشباب ودائما ما يكرر هذه المعلومة أيضا دكتور الرسالة الموجهة لهؤلاء الشبان الذين يعمل هذا الرجل الملهم لتمكينهم مستقبلا ما الدور على الشاب السعودي في ظل هذه التحركات من قبل ولي العهد أرسل رسالة مهمة جدا الأمير محمد وواضحة جدا إلى المجتمع السعودي بشكل كامل وإلى فئة الشباب بشكل خاص إلى أن العالم القادم أو الأيام القادمة يحتاج إلى الحالمين إلى الشغوفين بالانتقال بمملكة العربية السعودية صورة ومحتوى إلى كبريات الدول العظمى على مستوى العالم وتمكينها في قيادتها وريادتها الشاب السعودي والشاب السعودية لديهم جميع الإمكانيات الأمية تقرب إلى الصفر في المجتمع السعودي جميع المؤهلات لدى الموارد البشرية السعودية موجودة الاستثمار في الإنسان السعودي ليس من اليوم إنما من سنوات والمملكة العربية السعودية تستثمر في الإنسان لبناء المكان فالآن الدور على المجتمع الشاب لانتقال بمملكة شابة إلى تحت مظلة رؤية عشرين ثلاثين والتي في تفاصيلها انتقال الاقتصاد السعودي إلى أكبر الاقتصاديات العالمية إلى تمكين المملكة العربية السعودية سياسيا واقتصاديا وعلى المستوى المجتمع الداخلي استعادة المجتمع لطبيعته وكذلك إلى احتكاكه واندماجه في الثقافات العالمية وتبادل الثقافة مع الآخرين ننتقل إلى ثاني الملفات في حلقة اليوم وإلى ثاني ملفاتنا الصحفية حيث تتجه الأنظار إلى القمة العربية التي تعقد في المملكة غدا الأحد في مدينة الظهران والتي سوف يترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حيث تأتي هذه القمة في أزمات تعيشها الدول العربية وقالت الجامعة العربية إن هناك عدد من الملفات المهمة التي ستطرح على ملوك وقادة الدول العربية ومنها القضية الفلسطينية والأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن وتدخلات الإيرانية والتركية في شؤون الدول العربية ومكافحة الإرهاب بالإضافة إلى بحث القضايا الاقتصادية والاجتماعية بين الدول العربية لتفاصيل أكثر نشاهد هذا التقرير اهتمت الصحف المحلية الصادرة اليوم بالحديث عن أعمال القمة العربية التاسعة والعشرين التي تعقد في مدينة الظهران والبداية من صحيفة الرياض التي أشارت إلى أن القمة العربية التاسعة والعشرين التي تستضيفها المملكة تكتسب أهمية كبيرة لتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي تفرضها الأحداث بالمنطقة وتحت عنوان قمة الظهران وبداية التحول العربي لإدارة الملفات الساخنة قالت صحيفة عكاظ أن المملكة تدفع القمة العربية التاسعة والعشرين المنعقدة غدا في مدينة الظهران بعدد من الملفات المهمة في المنطقة إذ يتوقع أن تحدث قمة الظهران تحولا حقيقيا في أسلوب التعاطي وإدارة هذه الملفات الشائكة والمؤثرة على تحقيق السلم والأمان لشعوب المنطقة في حين أشارت صحيفة الوطن إلى أن القمة العربية التي ستنطلق غدا سيكون على طاولتها سبع ملفات ساخنة فيما أكد محللون سياسيون بأن القمة تكتسب همية كبرى كونها تعقد في المملكة التي تتمتع بثقل على الساحة العربية فضلا عن المشاركة الواسعة للقادة العرب صحيفة المدينة نشرت الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة الإرهاب والتي طالبت بتوحيد جهود الدول العربية ضد كافة أشكال الإرهاب وأكدت الوثيقة التي من المتوقع صدورها عن القمة بأن المستجدات على الساحة العربية تستدعي مضاعفة الجهود لمواجهة القضايا الشائكة والتهديدات القاتلة للأمن والسلم العربي جراء تنام الإرهاب والتطرف ومن جانبها ذكرت صحيفة اليوم أن المراكز الإعلامية للقمة العربية التاسعة والعشرين تستقبل نحو ستمائة إعلامياً وإعلامية من مختلف الوكالات والصحف المحلية والعالمية لتغطية وقائع وأحداث القمة العربية التي ستعقد أعمالها في الظهران غداً الأحد طبعاً بداية الأسئلة في هذا الملف إليك أستاذ عبد الرحمن سبعة ملفات مهمة إن شاء الله بنعلق عليها بشكل سريع خليني أسألك بداية القضية الفلسطينية القضية الأهم بالنسبة للعرب المساحة التي ستأخذها برأيك في هذه القمة أنا أعتقد أولاً أنه لازم ندرك الرمزية الموجودة وراء استضافة إثراء مركز الملك عبد الريز الثقافي للقمة وأعتقد فيها رمزيتين أولاً تأكيد على الدور الثقافي الرائد للمملكة العربية السعودية والتي تأخرت كثيراً في تسويقها في حقيقة الأمر الأمر الآخر أنه فقط الدول العظمى هي التي لديها أكثر من مدينة رئيسية تستطيع استضافة قمم على مستوى 29 زعيم أو أكثر وبالتالي هذه الرمزية نحن في ثالث منطقة في عدد السكان وهناك بنية تحتية تستطيع أن تستضيف هذه القمة الملف قضية فلسطينية أيضاً بما أنه بفرصة الاستضافة في مكان ثقافي وبالتالي ربما نعش الذاكرة قليلاً أن السعودية دائماً ما كان عندها مبادرات الحقيقة للسلام كانت أولاها تقدم بها ولي العهد الأمير فهد في العام 1981 ثم تلاها ولي العهد الأمير عبد الله غفر الله لهم جميعاً في العام 2002 وفي الحالتين الحقيقة كان هناك فقط الجمهوريات اللي أنا أحب أن أسميها جمهوريات المذياع أو الإسرائيليين هم اللي ضد عملية السلام هذه وبالتالي عطلوها لأنه في حقيقة الأمر السلام هو مضر الإسرائيل أولاً ثم للمنتفعين من هذه القضية سواء من الأطراف العربية أو الأطراف الغير عربية وعلى رأسها إيرانة لديها في القدس وخلافه أنا أعتقد أنه وتحقيقها مشرعية طبعاً فلسطين نعم بكل تأكيد بلا شك القمة العربية تأتي اليوم على مستوى الملف الفلسطيني في وضع الحقيقة حارج بالنسبة لغزة هناك اعتداءات أيضاً القرار اتخذته للأممتحدة بنقل السفارة إلى القدس هو قد يعني يؤثر على الجهود الطامحة إلى الوصول لحل السلام وأعتقد أن هذا أيضاً كامل الملفات التي طرحت بين ولي العهد وبين القيادة في فرنسا وفي بريطانيا وأيضاً بالتشاور مع الدول العربية لابد يكون هناك منقف عربي مشترك حتى يكون هناك منجز فلسطيني جيد أسألك دكتور أيضاً عن تطورات الساحة السورية خصوصاً في توقيت جاء ما بين توجيه الضربات إلى النظام السوري الحديث طبعاً ضربات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا كيف تقرأ هذا الملف في هذا التوقيت نعم منقشته هناك تكمن أهمية الملف السوري وفي حضوره في أقمة العرب في الظهران القضية السورية معقدة ولا تشابه قضايا العرب الأخرى نعم سبع سنوات من التدمير والدمار والتدخلات على مستوى دول العالم جميع هناك تصفية حسابات عالمية على الساحة السورية هناك تدخلات وتجاوزات على الشعب السوري الثائر في وجه الظلم والطغيان هناك نظام متوحش قررت القمم العربية السابقة إبعاده وظلت كرسي سوريا شاغراً إلى اليوم في إشارة مهمة جداً لقضية الشعب السوري العادلة الضربة تأتي في هذا اليوم وقبل قليل أعلنت الوزارة الخارجية السعودية تأييدها لضربة النظام الغاشم في سوريا ومواقعه الاستراتيجية في الداخل السوري هناك اصطفاف عالمي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وتتبع بريطانيا وفرنسا وكثير من الدول في المواقف وكذلك المملكة العربية السعودية أيدت ذلك في نصرة الشعب السوري في عدالة القضية السورية في تجاوز النظام بشار الطاغي وإذرعة إيران في سوريا في قتل الأبرياء والمشهدين بالسلاح الكيمة وفي دومة أيضا الأزمة اليمنية في هذه القمة أولا المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن الحقيقة يعني استقبله الحوثيين وهم يطلقون الصواريخ وكانوا في صنعة وكانوا يطلقون الصواريخ عن المملكة العربية السعودية وهذه كانت رسالة مباشرة أولا أنهم لا يملكون أي أجندة يمنية هم يملكون أجندة إيرانية تعتبر الملف اليمني حرب الوكالة مع السعودية أيضا هم لا يستطيعون أن يصلوا إلى أي حل سياسي إلا بعد تجريدهم من قدراتهم العسكرية أعتقد أنه النجاح الذي حصل في ميدي مؤخرا وتحريرها إذا ما تجاوز ذلك من مشيئة الله إلى تحرير الحديدة فبالتالي هنا سيكون إنهاء الوضع العسكري وهذا المنفذ لدخول الأسلحة الإيرانية وبالتالي يؤدي إلى حل سياسي أيضا خلال الجولة كان ملف اليمن دائما مطروح كان هناك بكل صراحة خلافات بين السعودية ودول غربية على مستوى دخول المساعدات مطار صنعة ومن مناء الحديدة وكانت السعودية تؤكد دائما ترغب أن الأمم المتحدة تراقب أنه لا يدخل الأسلحة هي بالعكس دخلت العديد من المعونات ومن الأغذية وأيضا من لقاحات الكوليرا وكان يصادرها الحوثين ولا تصل للمواطن اليمني جيد أيضا في ذات ارتباط التدخلات الإيرانية في المنطقة دكتور كيف سيتم أيضا نقاشها ومعالجتها في هذه القمة المملكة العربية السعودية أخذت الرياضة والقيادة في هذا الاتجاه عندما استضافت 56 دولة في الرياض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأنشأت مركز وكان الاتفاق نتيجته أو الاجتماع نتيجته إنشاء مركز ارتدال مركز مكافحة التطرف وتمويل الإرهاب والجماعات والكينات الإرهاب جيد دكتور خلونا على عجالة بسألكم الوقت داهمنا بخصوص انتقال طبعا الأنتربول والتصويت لأن يكون مقرة في الرياض أستاذ عبد الرحمن على عجالة أولا تصويت بالأجماع هذا نجاح إضافي للدبلماتية السعودية الأمر الآخر أنه اختيار الرياض كمركز قليبي للإنتربول وتأكيد على مكانتها في مكافحة الإرهاب وفي الأمن جيد الوقت انتهى شكرا جزيلا لحضوركم هنا في السوديو طبعا الدكتور أحمد البدر الكاتب السياسي وأيضا الكاتب والمحلل السياسي لساند عبد الرحمن الطريري شكرا جزيلا لكم والشكر الكبير لكم أنتم مشاهدي الأخبارية السعودية نلتقيكم غدا وطينا تيام الأسبوع في حلقات متجددة من طبعات المشاهد شكرا جزيلا لكم